هرمونات في النباتات اللي هي الأوكسينات تعريف الأوكسينات التعريف بتاع الأوكسينات الأوكسينات هي مواد كيميائية تفرز من الخلايا الحية في القمم النامية والبراعم النباتية البراعم النباتية الأوكسينات هي مواد كيميائية تفرز من الخلايا الحية في القمم النامية والبراعم النباتية التي نعتبرها مناطق استقبال للهرمونات وتنتقل منها إلى مناطق الاستجابة حيث تؤثر في وظائف المناطق المختلفة بالنبات يعني كل الوظائف في كل النبات يعتبر بويسن جنسون يعتبر بويسن جنسون أول من أشار إلى الأكسينات أي الهرمونات النباتية عام 1913 واستطاع أن يفسر دورها في انتحاء الساق نحو الضوء أو اتجاه الساق نحو الضوء وقد أثبت انتحاء الساق نحو الضوء وقد أثبت أن وقد أثبت أن الخمة النامية للساق هي منطقة الاستقبال فتفرز مادة كيميائية تفرز مادة كيميائية مثل اندول حامض الخليك اندول حامض الخليك يعتبر من الأكسينات مثل اندول حامض الخليك فتنتقل منها من المادة الكيميائية تنتقل منها من هذه المنطقة إلى منطقة الاستجابة إلى منطقة منطقة الإفراز بنسميها استقبال والمنطقة اللي راح لها الهرمون بنسميه أو لوكسين فبنسميها استجابة أو منطقة الإنحناء فتسبب إنحنائها فتسبب إيه إنحنائها فتسبب يعني أنك تvingって منطقة دي فتسبب إنحنائها وبنسميها منطقة الإنحناء اللي حيحثر فيها الأكسين مكان الإفراز مكان الإفراز تفرز الأكسينات من الخلايا الحية في القمم النامية والبراعم النباتية ده مكان الإفراز والبراعم النباتية لأن لأن النبات ليس له غدد خاصة بعد كده الأهمية الأهمية تؤثر في وظائف المناطق المختلفة بالنبات زي أول حاجة تنظم تتابع نمو الأنسجة وتنوعها بعد كده نمرة اثنين وتنوعها نمرة اثنين تؤثر على النمو بالتنشيط أو بالتثبيط التنشيط يعني تسرع أو تنمو أو تكثر التثبيط يعني تهديها أو تقللها بالتثبيط تلاتة تتحكم في موعد تفتح الأزهار أربعة وتساقط الأوراق خمسة ونضج الثمار ونضج الثمار ستة وتساقط الثمار سبعة وتؤثر على العمليات الوظيفية في جميع خلايا وأنسجة النبات النبات وتمكن الإنسان وتمكن الإنسان بمناسبة درسته الأكسينات في النبات أو الهرمونات في النبات اللي هي الأكسينات تمكن الإنسان في التحكم في إخضاع في التحكم أو من التحكم في إخضاع في إخضاع ايه في اخضاع نمو النبات تحت تحت سيطرته يعني لو عاوز يزود نبات معينة ويكثر منه وكده فبستعمل الحاجات دي اللي هي الاكسينات وده هناخدها